السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسئلت مراجعة الفصل الثاني في زيار 12 متقدم حسب موارد بالهيكل السؤال الأول حزمة من الإلكترونات تتحرك بسرعة الطوب وتحمل من خلال تيار إلكتروني شدته 0.2 أمبير في سلك طوله 5 متر المطلوب حساب عدد الإلكترونات الموجودة في هذه الحزمة كم تعادل علما بأن سرعة الضوء هي عبارة عن 3 ضرب عشق و8 متر على الثانية وأن الشحن الأولية قيمتها 1.6 في عشق ونائس 16 كولو طريقة الحل نحن نعلم أن Q تساوي I في دلتتي Q هي عبارة عن N في الشحن الأولية وتساوي I دلتتي هي الزمن والزمن تساوي المسافة على السرعة والمسافة هي عبارة عن طول السلك إذن L على V وV هي عبارة عن سرعة الضوء لذلك نستطيع أن نحسب قيمة N هي عبارة عن I في L على A ضرب V فتخرج لدينا قيمة عدد الإلكترونات الموجودة في هذه الحزمة هي عبارة عن 2.08 ضرب عشق و10 الكترو إذن الإجابة الصحيحة هي 2.08 ضرب عشق و10 الكترو سلك يمر به ديار شدته 4 أمبير فإن عدد الإلكترونات التي تعبر مقطع السلق خلال زمن قدر قدة ثواني لم تعادل علما بأن الشحن الأولية هي عبارة عن 1.6 ضرب عشق و10 كولوم نحن نعلم أن I تساوي Q في Q على T إذن Q هي عبارة عن I في T Q هي N في E لنحسب أولا قيمة Q Q تساوي I في T وتساوي إلى 4 ضرب 3 وتساوي 12 كولوم وQ هي عبارة عن N في E أو QE QE هي الشحن الأولية إن عدد الإلكترونات Q شحنة الموجودة الشحنة الكلية إذن نستطيع أن نقول إن N تساوي Q على QE أو N تساوي Q على E Q قيمة 12 وقيمة الشحن الأولية 1.6 ضرب عشق ونأس 16 فيخرج لدينا عدد الإلكترونات الموجودة في التيار الذي شدته 3 أمبير وخلال 4 ثواني هي 7.5 ضرب عشق ونأس 16 الكترو إذن الإجابة الصحيحة هي هذه كمية من الشحنة تمر عبر مقطع سلك وتتغير بتغير الزمن وفق هذه المعادلة الشحنة متغيرة بتغير الزمن المطلوب حساب شدة التيار المار في السلك بعد نصف ثاني كم تعادل؟ نحن نعلم أن I هي عبارة عن DQ على DT يقصد بDQ على DT أي مشتق الشحنة بالنسبة للزمن والشحنة لدينا متغيرة بتغير الزمن وقيمتها 2T تربية زائد 3 إذن يتم اشتقاق 2T زائد 3 بالنسبة للزمن الاشتقاق يتم إنزال الأس إلى أمام هذه القيمة ويتم طرح من الأس قيمة واحد والأعداد السابقة دائما اشتقاقها صفر فيصبح لدينا 4T زائد صفر إذن I تساوي 4T هذا هو مشتق الشحنة بالنسبة للزمن بعد نصف ثاني أي الزمن قيمته نصف بيصبح قيمة I 4 ضرب نصف وتساوي إلى 2 أمبير إذن الإجابة الصحيحة هي 2 أمبير السؤال الرابع سلك من النحاس أو سلكان من النحاس لهما نفس الطود وبنفس المادة وبنفس درجة الحرارة الاختلاف بينهما إذن بمساحة المقطع تم وصلهما على التوالي كلمة التوالي أي أن التيار قيمته سابتة بالتوصيل على التوالي نصف قطر الأول يعادل نصف ضعف نصف قطر الثاني عندما يقول لدينا نصف قطر الأول يعادل ضعف نصف قطر الثاني أي نقول إن R1 قيمتها 2R نصف قطر الأول ضعف نصف قطر الثاني وR2 قيمتها R هذا تعني أن نصف قطر الأول ضعف نصف قطر الثاني فإن النسبة بين كسافة التيار للسلك الأول إلى السلك الثاني كم تعادل المطلوب لكسافة التيار يرمز للكسافة بقمص J هو يريد النسبة كلمة النسبة أي أن تقسيم كسافة التيار الأول إلى كسافة التيار الثاني السلك الثاني كسافة التيار هي عبارة عن i على a إذن نقول i على a1 لاحظ العلاقة بين الكسافة ومساحة المقطع علاقة عقسية و i طبعا 1 على a2 هذا هو المطلوب لماذا لم نقل i1 و i2 لأن التيار متساوي حيث أن التوصيل على التوالي إذن يتم اختصار i مع i والتناسب عكسي إذن يصبح لدينا g لنشاهد طريقة الحل هي مكتوبة الآن إذن g1 على g2 هي عبارة عن a2 على a1 لأن التناسب عكسي بين g و a كسافة التيار الأول إلى كسافة التيار الثاني تساوي مساحة المقطع الثاني إلى مساحة المقطع الأول مساحة المقطع الثاني هي باي R تربيق ومساحة المقطع الثاني الأول هي باي 2R على القوس تربيق إذن أولى R تربيق عفوا السلك الثاني هو R تربيق والسلك الأول هي 2R على القوس تربيق فيخرج لدينا R تربيق على 4R تربيق باختصار R تربيق مع R تربيق فيصبح كسافة التيار في السلك الأول إلى الثاني تعادل كلمة ربع والربع تعني 0.25 إذن الإجابة هي عبارة عن 0.25 هي الصحيح سلك موصل نصف قطره 0.1 مليمتر طبعا نحن نعلم أنه لا يمكن استخدام أي قانون إلا بالوحدات الدولية كلمة 0.1 مليمتر أي أن قيمتها 0.1 ضرب عشر هو نائس 3 متر ويمر به تيار ومقدار الشحن التي تعبر مقطع السلك هي قيمتها 1.5 كولوم خلال زمن قدره 3 ثواني المطلوب حساب كثافة التيار كثافة التيار تساوي J تساوي I على A إذن يجب أن نحسب قيمة I ونحسب قيمة مساحة المقطع شدة التيار تساوي Q على T Q موجودة لدينا واحد نص والزمن خلال 3 ثواني إذن تكون شدة التيار هي عبارة عن 0.5 أمبير أما حساب مساحة المقطع مساحة المقطع تساوي A buy R تربيع و R هي عبارة عن نصف القطر 0.1 ضرب عشر هو نائس 3 تربيع في buy لماذا قلنا buy R تربيع؟ لأن مساحة المقطع عبارة عن دائرة ومساحة الدائرة هي buy R تربيع فيخرج لدينا قيمة المساحة 3.14 في عشر هو نائس 8 متر مربع لنحسب قسافة التيار شدة التيار إلى مساحة المقطع شدة التيار نص مساحة المقطع 3.14 في عشر هو نائس 8 فتخرج قيمة قسافة التيار 15.69 ضرب عشر هو 6 أمبير لكل متر مربع إذن الإجابة الصحيحة هي عبارة عن هذا سلك مصنوع من النحاس الأصفر وسلك مصنوع من الفضة لهما نفس الطوء ولكن قطر السلك النحاس يبلغ أربع أضعاف قطر السلك الفضي والمقاومة النوعية للنحاس أكبر بأربع مرات من المقاومة النوعية للفضة إذا كانت RC تشير إلى مقاومة سلك النحاس وRS تشير إلى مقاومة سلك الفضة فأي مما يدي صحيح هو يعطينا RC تساوي RS RC تساوي ربع RS كيف نستطيع أن نحل هذا السؤال لاحظ هو يريد أن نجد العلاقة بين RS وRC لذلك نقوم بعملية نسبة RS إلى RC أو RC إلى RS نظر إذن علينا أولا أن نحسب نسبة RS إلى RC لاحظنا أن RC تساوي خمسة رو لماذا تكتبنا خمسة رو؟ لأن قال لنا في نص المسألة أن وليس خمسة هي أربعة أن RC تساوي أربعة رو لماذا قلنا أربعة رو؟ لأن المقاومة النوعية للنحاس تعادل أربع أضعاف المقاومة النوعية لمن؟ أل فضاء إذن هذا الرقم تم إضافته هو غير صحيح نحن نعلم أن المقاومة المقاومة أي مادة هي رو في L على A رو في L على A فلذلك كتبنا هنا توجد أربعة وليس خمسة إذن أربعة رو في L على A مساحة المقطع ألم نقل أن النحاس نصف قطف النحاس أربع أضعاف فقلنا أربع R إذن باي في أربع R على القوص تربية نربع هذه ستعاش والباي R تربية أما مقاومة الفضة هي رو في L على باي R تربية لاحظ لو تم نسب القيمتين إلى بعض الملقى يعني R C على R S ماذا تساوي هذه هي قيمة R S أربع R C أربع في رو في L على 16 باي R تربية وهذه وهذه عبارة عن رو في L على باي R تربية يتم الاختصار رو مع رو والل مع الال وباي R تربية مع باي R تربية ماذا لدينا يبقى لدينا 4 على 16 4 على 16 أي أنه يبقى لدينا لو تم القسمة يخرج لدينا ربع 4 على 16 ربع إذن R C على R S تعادل كلمة 0.25 أي ربع معنى ذلك أن R C ماذا تساوي نخرج هذه إلى العلى فتصبح 0.25 R S وهي الإجابة الصحيح إذن الإجابة الصحيحة هي عبارة عن R C تساوي 0.25 R أربع أسلاف لها نفس النوع وبنفس درجة الحرارة إذن يبقى لدينا عاملين هو الطول ومساحة المقطع أحد الأسلاف التي تتالية لها أقل مقاومة الذي له أقل المقاومة يجب أن يكون أقل طول وأكبر مساحة مقطع الأقل طول هي هذا وهذا السلك 1 و3 ولكن الأكبر مساحة مقطع إذن يجب أن يكون أقل طول وأكبر مساحة مقطع إذن من هو الذي يحقق ذلك هو السلك أكبر مقاومة هو السلك رقم 2 الأكثر طولا والأقل مساحة مقطعة لو طلب منا ترتيب أيهما رتب من الأدنى مقاومة إلى الأعلى مقاومة الأدنى مقاومة هو هذا السلك والأعلى مقاومة هو هذا السلك ولكن بقي لدينا هنا هذا السلك رقم 1 والسلك رقم 4 نلاحظ أن مساحة المقطعة 4 ضعف مساحة المقطع السلك الأول وطول السلك الثاني يعادل ضعف طول السلك الأول فلو كتبنا العلاقة للمقاومة فقط بالطول ومساحة المقطع بما أن المقاومة متشابهة فنقول أن بالنسبة للسلك رقم 4 تساوي رو في أتنين أل طوله يعادل ضعف ومساحة مقطعه يعادل ضعف على أتنين أل فتخرج لدينا أتنين بتفوق مع أتنين فهي رو في أل على أل وهو يعادل تماماً مقاومة السلك رقم 1 إذن لو تغلب مننا ترتيب المقاومات نقول الأدنى مقاومة هو السلك رقم 3 ثم يلي السلك 1 و 4 لهما نفس المقاومة ثم أخيراً السلك رقم 2 هو الأعلى مقاومة ولكن هنا مطلوب أحد الأسلاء التالية لهذه الأقل مقاومة وهي عبارة عن السلك رقم 3 إذن الإجابة الصحيحة هي السلك رقم 3 إجابة إزالة إذن الإجابة الصحيحة هي السلك رقم 3 ثلاث مقاومات متصلة على التوالي R1 قيمتها 5 و R12 و R3 غير معلومة وكانت قراءة الأميتر والبولدوميتر هي كما يلي I تساوي 0.6 و V قيمتها 18 بولد فإن قيمة المقاومة الثالث كم تعادل لدينا التيال كلي والجهد الكلي فنستطيع حساب RQ أليست RQ تساوي V total V total 18 و I total 0.6 إذن RQ قيمتها 30 أم أليست RQ هي عبارة عن R1 زائد R2 زائد R3 RQ قيمتها 30 و R1 قيمتها 5 و R12 و R3 مجهولة إذن حتى يكون الإجابة 30 يجب أن تكون R3 قيمتها 15 أم إذن الإجابة الصحيحة هي عبارة عن 15 أم ثلاث مقاومات متصلة على التوالي كما في الشكل تم حساب المقاومة المكافئة لهذه المقاومات فكانت قيمتها 25 أم فإن قيمة المقاومة الثانية كم تعادل أليست RQ تساوي R1 زائد R2 زائد R3 وتساوي 25 إذن يجب أن تكون حتى تكون الإجابة 25 يجب أن تكون R2 قيمتها 11 أم إذن قيمة R2 هي عبارة عن 12 أم لأن RQ هي قيمتها 25 تساوي 8 زائد R2 زائد 6 إذن قيمة R2 هي عبارة عن 11 أم ثلاث مقاومات متصلة على التوازي كما في الشكل تم حساب المقاومة المكافئة فكانت 6 أم فإن قيمة المقاومة الثانية كم تعادل كيف نستطيع إيجاد قيمة المقاومة الثانية أليست 1 على RQ تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 نحن نعلم أن نكتبها أن RQ تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 ناقص 1 أو أستطيع أن نكتبها 1 على RQ تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 RQ قيمتها 6 أي 1 على 6 تساوي 1 على R2 زائد 1 على R2 زائد 1 على 10 يتم نقل 1 على 10 إلى الطرف الآخر و1 على 60 إلى الطرف الآخر فتصبح إشارة كل منهما عبارة عن سالم إذن 1 على 6 ناقص 1 على 60 ناقص 1 على 10 طبعا يجب أن نوحد المقامات في البداية ثم بعد أن يخرج لدينا الناتج أنهم بقلب الناتج فيصبح لدينا أن R2 تساوي 20 أوم إذن الإجابة هي 20 أوم مصابيح متماثلة متصلة على التوازي خمس مصابيح متماثلة تم حساب المقاومة المكافئة لها فكانت قيمة 12 أوم فإن مقاومة كل مصباح كم تعادل إذا كان لدينا مصابيح متماثلة وطلب مننا حساب المقاومة المكافئة لها فإننا نقول RQ تساوي بدل أن نقول 1 على R1 زائد 1 على R وهكذا لا ولكن في طريقة أبسط بكثير نأخذ أحد المقاومات ولنسميها R أليست هي متساوية ونقسم على عددها إذن RQ كم القيمة لدينا يقول لدينا مجموعة من المقاومات قيمتها المكافئة 12 أي نقول 12 تساوي R على عددها وهي 5 إذن R ماذا تساوي قيمة المقاومة أحدهما تساوي 5 ضرب 12 وتساوي إلى 60 أوم إذن مقاومة كل واحد 60 60 60 60 60 إذا طلب مننا المقاومة المكافئة 60 على 5 وتساوي 12 إذن الإجابة هي 60 أوم مقاومة كل مقاومة موجود هنا مصباح كتب عليه 100 واط و 220 فولت 100 واط أي أن قدرته 100 واط عندما يتم وصله بفرق جهد قدره 220 فولت تم توصيله ببطارية قوتها المحركة 50 غيرنا الجهد فتتغير القدرة وهي تغير التيار الذي يمر فيه ولكن المقاومة لن تتغير نهائيا مقاومة المصباح تبقى كما هي قيمة مقاومة المصباح يتم أخراجها من خلال قانون القدرة والجهد إذن في البداية نقول لدينا أن مقاومة المصباح هي بي تساوي دلتة بي مربع على أر إذن أر ماذا تساوي دلتة بي مربع على بي أر تساوي 220 تربيع عالمية فتخرج لدينا مقاومة المصباح 484 عندما غيرنا جهد المصدر لن تتغير المقاومة لكن سوف يتتغير القدرة ويتغير التيار مقاومة المصباح لن تتغير بي تساوي في المرة الثانية دلتة بي مربع على أر دلتة بي الجهد الجديد 50 تربيع ولكن 484 المقاومة لن تتغير فيخرج لدينا 5.2 واط هي القدرة الجديدة في الشكل التالي مجموعة من المقاومات منتصلة كما في الشكل من خلال بيانات الشكل فإن قيمة المقاومة نريد حساب R1 ونريد حساب R2 وRQ حسب قانون كيرشوف الأول مجموعة التيارات الداخلية تساوي مجموعة التيارات الخارجية إذا كان لدينا التيار الذي دخل هو 6 وهنا التيار 3 وهنا التيار 2 إذا قيمة التيار الذي يمر في R3 هي قيمة 1 أمبير إذن لدينا التيار المار في R3 وقيمة R3 فنستطيع حساب V3 ونقول إن V3 تساوي I3 في R3 أي 18 ضرب 1 وتساوي إلى 18 مصد هذا التوصيل على التوازي أليس جهد R1 هو نفسه جهد R2 وهو نفسه جهد R3 إذن R3 لدينا جهدها ولدينا تيارها وقيمة جهدها يعادة 18 فولت وتيارها قيمة R3 إذن 18 وتساوي إلى 6 أومب إذن هذه قيمة R1 وأيضا هذه جهدها 18 فولت لدينا تيارها 2 فنقول 18 وتساوي إلى 9 أومب إذن قيمة هذا المقاوم قيمته عبارة عن 6 أومب وهذا المقاوم قيمته 9 أومب لحساب المقاوم المكافئة أليست RQ تساوي R1 واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3 إذن نستطيع حسابها بهذا الشكل الجهود متساوي RQ واحد على R1 زائد واحد على R2 واحد على R3 قوة ناقص واحد واحد على ستة زائد واحد على تسعة زائد واحد على 18 هو ناس واحد وتساوي إلى 3 أومب إذن قيمة المقاوم المكافئة هي 3 أومب هنا نكتب R1 وإنما حدث خطأ فيجب كتابتها وسوف يتم تعدلها هذه R2 R1 وقيمتها 3 أومب إذن هذا المقاوم قيمته ستة وهذا المقاوم قيمته تسعة والمقاومة الكلية قيمتها 3 أومب لاحظ أن المقاومة في التوصيل على التوازي تكون قيمتها أصغر من أي مقاوم موجود في هذه الدائرة وهذه من ميزات التوصيل على التوازي إذن R1 ستة وR2 تسعة وRQ تساوي 3 وهي الإجابة الصحية في الشكل الأدنى شدة التيار المار في R1 وR2 كم تعادل يريد التيار المار في هذا المقاوم وهذا المقاوم حسب كيرشوف هذه حلقة مجموع الجهود في أي حلقة يساوي الصفر أولا نحدد اتجاه الجهد في البطارية اتجاه الجهد من السالب إلى الموجب وهنا من السالب إلى الموجب أما جهد المار في المقاومات فهو معاكس لاتجاه التيار نأخذ أكبر بطارية موجودة لدينا وهي 30 بول ونخرج منها تيار من القطب الموجب إلى القطب السالب إذن التيار يمر بهذا الشكل إذن جهد المقاوم الأول هي بهذا الشكل وجهد المقاوم الثاني هو بهذا الاتجاه وجهد البطارية دائما من السالب إلى الموجب من السالب إلى الموجب نختار اتجاه موجب لدينا مجموع الجهود في أي دائرة يساوي الصفر هذا جهدها أو نستطيع أن نقول هناك تعبير آخر لقانون كيرشوف الثاني في الحلقات الارتفاع في الجهد يساوي الانخفاض في الجهد فنستطيع أن نقول هنا حدث ارتفاع وهنا حدث انخفاض وهنا حدث انخفاض وهنا حدث انخفاض ولكن نحن تعلمنا أن مجموع الجهود في أي حلقة ماذا يساوي الصفر نختار اتجاه موجب وليكن بهذا الشكل نلاحظ أن جهد البطارية هذه ذات إشارة موجبة يتجه بنفس اتجاه الموجب أما هذه اتجاهها عكس الاتجاه الموجب الذي تم فرضه فلذلك نقول 30 نائس 10 أما جهد المقاومة الأولى فهو معاكس للاتجاه الموجب المفروض فهي نائس آي في آر وهذه أيضا نائس آي في آر لماذا نمنقل آي واحد أو آي اثنين لأن التيار واحد في كلاه المقاومة إذن نائس آي في ثماني نائس آي في اثنين 30 نائس عشرة ويساوي إلى عشرين تساوي نائس عشرة آي يتم نقل آي إلى الطرف الثاني فيكون لدينا عشرين تساوي عشرة آي إذن آي قيمتها اثنين أمبير وهو التيار الذي يمر في هذا المقاوم وفي هذا المقاوم سوا إذن اثنين أمبير اثنين أمبير في كلاه المقاومة موجود لدينا الحلقة المشار لها في الرقم واحد هذه هي الحلقة يريد فرط الجهد للمقاوم آر اثنين كيف نستطيع حل هذه المسألة؟ نأخذ هذه الحلقة نحن نعلم أن جهد البطارية من السالب إلى الموجب وجهد المقاوم هو عكس التيار إذن هذه جهدها بهذا الشكل وهذه بما أن التيار يذهب بهذا الشكل فهذه جهدها بهذا الشكل وهذه البطارية جهدها بهذا الشكل مجموع الجهود في الحلقة يساوي الصفر نختار اتجاه موجب بالنسبة لدينا هو هذا الاتجاه الموجب البطارية هذه جهدها بنفس الاتجاه الموجب فنقول ثلاثة أما هذه البطارية فهو معاكس للاتجاه الموجب المفروض إذن نضع نارس 20 نلاحظ أن هذه المقاومة اتجاهها بنفس اتجاه الجهد المفروض إذن زائد 4.37 أما هذه المقاومة فإن اتجاهها جهدها معاكس لاتجاه الجهد المفروض إذن سالف VR 2 جميع القيم والجميع يساوي الصفر جميع القيم موجودة لدينا معدى VR 2 فتخرج لدينا قيمة VR 2 هي عبارة عن 14.37 ثلاثة سبعة بولت إذن هذه هي الإجابة الصحية قام أحد الضلاب يوصل الأميتر والبولتوميتر بشكل خاطئ كما بشكل فإن قراءة الأميتر والبولتوميتر كم تقوم نحن نعلم أن البولتوميتر مقاومته عالية وعندما يتم توصيله على التوالي في أي دائرة فلن يمر أي تيار في الدائرة إذن الأميتر ومقاومته ضعيفة ولكن وجود البولتوميتر على التوالي فلا يوجد أي قراءة للتيار إذن قيمة التيار صفر نلاحظ أن الإجابة الأولى والإجابة الثالثة أن التيار قيمة صفر نأتي إلى قراءة البولتوميتر لاحظ أن طرف البولتوميتر هذا متصل بالقطب الموجب للبطارية والبولتوميتر الطرف هذا متصل بالقطب السالب للبطارية إذن هو يقرأ فرق الجهد بين طرفي البطارية والذي قيمته 120 فولت إذن الإجابة C هي الإجابة الصحيحة تم توصيل أربع مقاومات متماسل ببطارية كما في الشكل أبنى هذه المقاومة تعادل هذه تعادل هذه تعادل هذه الرسم البياني الذي يمثل انخفاض الجند ما هو؟ لاحظ البطارية هي تعطي ارتفاع في الجند وقيمته V نأتي إلى هذه المقاومة وقيمتها R وهذه المقاومة قيمتها R أما هاتين المقاومتين بما أن توصيلهما على التوالي فإن قيمة المقاومة المكافئة لهما R على 2 إذن هذه R هاتين المقاومتين R على 2 وهذه المقاومة قيمتها R فالخط البياني الذي يحقق ذلك هو الخط البياني لماذا؟ جهد المصدر الذي أعطتها البطارية هذه المقاومة الأولى يتم صرف بما أن مقاومتها R فيتم صرف فيها جهد أما في المقاومة الثاني والثالث فمقاومته R على 2 فتنخفض قيمة الجهد المصروف خلالها لأن مقاومتها هي الأقل فهنا قيمة الخطاط في الجهد حسلسة أقل المقاومة الرابع قيمته R تلاحظ أن الخطاط في الجهد يعادل قيمة VR إذن هذا هو خط البياني الصحيح لذلك نقول نلاحظ أن المقاومين 1 و 4 يأخذان نفس التيار ومتماثلات فإذن الجهد ينقفض بنفس المقدار عبرهما ونظرا لأن المقاومة 2 و 3 يأخذ كل منهما تياراً يعادل نصف التيار ماركي 1 و 4 ولكن لديهما نفس المقاومة لذلك ينقفض الجهد عبر المقاومة 2 و 3 بما يعادل نصف الجهد في 1 و 4 إذن الشكل A هو الذي يعبر بشكل صحيح عن الانخفاض في الجهد في الشكل البياني التالي مقاومين وبطاريتين متصلتان متصل جميع الأجهزة على التوالي كما في الشكل الأدنى أي الخطوط البيانية الذي يمثل الانخفاض وارتفاع الجهد عند كل جزء من الدارة نلاحظ أن البطاريات أو البطارية تعمل على ارتفاع الجهد ولكن إذا وصل أكثر من بطارية في الدائرة أو في حلقة يجب أن ننتبه أحد البطاريات هنا تقوم بعملية الارتفاع والثانية انخفاض لماذا؟ لأن تم وصل الموجب مع الموجب لو تم وصل الموجب سالب موجب وهكذا بالتوالي سالب موجب سالب موجب فكل البطاريتين تقوم بعملية ارتفاع في الجهد ولكن هنا هذه البطارية الأكبر تحدث ارتفاع وهذه تحدث انخفاض بمقدار 2 بولت المقاومات تحدث انخفاض لأنه يصرف الجهد خلالها لذلك نبتدئ إذا في البداية بدئنا من هذه البطارية الأكبر وهي 8 بولت أحدثت ارتفاع وهذا أحدثت ارتفاع وهذه أحدثت ارتفاع 8 بولت ولكن هذه أحدثت ارتفاع 2 بولت إذن هذا الخط البياني مرفوض لدينا من البداية بعد هذه البطارية أتت البطارية الثانية ولكن هذه البطارية أحدثت انخفاض إذن في السلك هنا لم يعدس أي شيء لا يصف أي جهد من البطارية لأنه مقاومته ضعيفة جدا وهذه 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 هنا حدث انخفاض 2 بولت إذن هذا الخط البياني صحيح هنا يقول أنه حدث لدينا ارتفاع إذن هذا الخط البياني تم رفضه هنا حدث انخفاض ولكن 4 بولت من 8 إلى 4 بولت وهذا غير صحيح إذن هذا الخط البياني لنتابع بعد ذلك أتينا إلى المقاومة الثاني الثاني نلاحظ أن مقاومته 2 وهذا مقاومته 4 إذن هنا يحدث انخفاض في الجهد أقل وهنا يحدث انخفاض في الجهد أكبر لأن المقاومة كلما زادت كلما أحدثت انخفاض أكبر في الجهد في حالة التوصيل على التوالي ومقاومة R1 تعادل ضعف R2 فإذن هنا الانخفاض الذي بقي من الجهد 6 بولت هنا يأخذ الضعف وهنا يأخذ قيمة تعادل V أي 6 يتم تقسيمها إلى 3 الزعف هنا يأخذ جزءين وهنا جزء إذن حدث لدينا انخفاض في المقاومة الأول وبمقدار 2 بولت وفي المقاومة الثانية حدث انخفاض 4 بولت ثم يعود مرة ثانية إلى البطارية لتحدث مرة ثانية ارتفاع في الجهد وهذه هي الدورة الكاملة التي حدثت في جهد هذه الحلقة إذن الإجابة الصحيحة هي D مكسف سعته هو 20 ميكرو فارد غير مشهون تم وصله بمقاوم 150 أم على التوالي كما في الشكل الأدنى فإن النسبة المئوية لشحن مكسف بعد زمن قدره 3 ملسان هو يريد النسبة المئوية لشحن المكسف عندما يطلب مني النسبة المئوية لشحن المكسف فهي عبارة عن كيو تي على كيو باكس نحن نعلم أن قانون حساب الشحن في أي لحظة هي عبارة عن سي في دلتا في في واحد ناس إي ناس تي على آر سي آر سي هي عبارة عن السابت الزمن سي في في حسب ما تم أخذه في الفصل الأول السعة في فرق الجهد هي عبارة عن الشحن للمكسف سعة المكسف في فرق الجهد تساوي شحنة المكسف وهي الشحن عندما يتم شحنه بشكل كامل أي تعادل كيو ماكس إذن كيو تي تساوي كيو ماكس في واحد ناس إي ناس تي على آر سي يتم نقل كيو ماكس إلى هذه الطرف فلتصبح كيو تي على كيو ماكس تساوي واحد ناس إي ناس تي على آر في سي هو يريد النسبة هي عبارة عن كيو تي على كيو ماكس بعد استبدال فيخرج لدينا قيمة 0.63 هي النسبة المئوية أي 63% يتم شحن المكسف بعد زمن قدره عبارة عن ثلاثة ميلي ثاني إذن الإجابة هي 63% مكسف ساعته 6 مايكرو فارغ غير مشحون تم وصده بمقاومين R91 أوم و R2 36 أوم وبالطارية فرق جهده 50 بولد فإن الزمن اللازم لإتمام عملية الشحن 50% من المكسف كامته عادل 50% هي عبارة عن كيو تي على كيو ماكس نحن نعلم أن قانون الشحن تساوي سي في دلتا في في واحد ناس تي على آر في سي كيو تي على كيو ماكس قيمتها خمسين على مية أي صفر فاصلة خمسة يتم النقل الواحد إلى هذا الطرف فيصبح صفر فاصلة خمسة نائس واحد تساوي نائس اي نائس تي على آر في سي صفر نائس واحد هي عبارة عن نائس نص تساوي نائس اي نائس تي على آر سي النائس بتروح مع النائس إذن صفر فاصلة خمسة تساوي هذه القيمة للتخلص من اي يتم أخذ لن للطرفين لن الصفر فاصلة خمسة فتذهب قيمة اي تساوي نائس تي في آر في سي هو يريد الزمن إذن لن صفر فاصلة خمسة ضرب آر في سي هي عبارة عن تي وإشارة النائس نضعها في هذا الطرف فتخلج لدينا قيمة تي هي تسع فاصلة ثلاثة خمسة ضرب عشر هو نائس خمسة ثاني إذن هذه هي الإجابة الصحية مكسب سعته 2 ميكرو فارد تم وصله بمقاومين أر واحد وأر اتنين وبالطارية حتى تمت عملية الشحن كما في الشكل أدنى فإن السابت الزمني أنت ما يريد السابت الزمني فهو عبارة عن تاو تساوي آر في سي ولكن لدينا مقاومين على التوالي فار اي كيو لهذه المقاومين هي عبارة عن 500 زائد 300 وتساوي إلى 800 إذن تاو تساوي آر في سي آر في سي آر هي 800 وسي هي عبارة عن 24 ونائس 6 لاحظ لو كان لدينا مكسفين على التوالي وطلب منا حساب السابت الزمني يعني لو كان لدينا مقاومة ومكسفين على التوالي عندما نحسب سعة المكسف فنقول أن سي تساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 نائس 1 أي عكس المقاومات في التوالي المقاومات تزداد أما المكسفات فتقل في التوازي المقاومات تقل والمكسفات تزداد عندما نقول مقاومات على التوالي آر واحد زائد آر 2 أما المكسفات فأن سي اي كيو تساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 نائس 1 في التوازي المقاومات آر اي كيو تساوي 1 على آر واحد زائد 1 على آر 2 نائس 1 أما في التوازي المكسفات CFU تساوي C1 زائد C2 مغناطيسين تم وضعهما كما في الشكل المطلوب حساب اتجاه المجال عند النقطة النقطة خاضعة لمجالي المجال الأول ناتج من هذا المغناطيس نحن نعلم أن خطوط المجال تخرج من القطب الشمالي للقطب الشمالي بهذا الشكل يسكل صارات من حنيات مغلقة عند O يكون اتجاه المجال من المغناطيس الأول هو بهذا الاتجاه وبالنسبة للمغناطيس الثاني يكون اتجاه المجال بهذا الشكل إذن هي خاضعة لمجالين الأول اتجاه بهذا الاتجاه والثاني بهذا الاتجاه فالمحصلة لهم هي بهذا الاتجاه هي المقصلة الصحيحة بالنسبة للماناطيسات الموجودة إذا الإجابة هو الشكل الثلاثة والصحيح دخل جسيم مشهون سرعته وشحنته هي كما هي على مجاله منتظم وبسرعة نحو اليسار وهي عمودية على مجال منتظم فتأثر جسيم بقوة مغناطيسية اتجاهها نحو الأسفل وقيمته 48 نيوتن المطلوب حساب شدة المجال المغناطيسي المنتظم واتجاه لدينا السرعة لدينا القوة ولدينا الشحن أليست FB تساوي Q في V في B في ساين الزاوية ولكن هنا ساين التسعين إذن تصبح لدينا B تساوي FB على Q في B في ساين الزاوية فخرج لدينا صفر فاصلين صفر واحد غمسة دسل لنحدد اتجاه المجال نجعل نطبق قاعدة الأصابع الثلاث لليد اليمنى الإبهام إتجاه السرعة والقوة هي الوسطى إذن السرعة بهذا الاتجاه والقوة بهذا الاتجاه إذن الإبهام بهذا الاتجاه والوسطى بهذا الاتجاه فتكون السبابة نحو الداخل إذن اتجاه المجال وهو نحو الداخل إذن هي الإجابة الصحية ملف يتكون من 100 حلقة وهي على شكل مربع طلد العصف الفاصل الاثنين ويمر به تيار شدته 3 أمبار وموضوع في مجال الماناطيسي شدته 0.5 أمبار الحد الأقصى لعزم الدوران عزم الدوران توجد تساوي عبارة عن I في A في B في ساين سيتا إذا كان الملف مكوم من حلقة واحدة فإذا أضفنا عدد من الحلقات فنضرب بإن أقصى قيمة للمجال يكون عندما سيتا تساوي عزم الدوران يكون عندما سيتا تساوي 90 درجة ساين التساين تساوي واحد إذن يبقى لدينا N في I في A في B N عدد اللفات وهي 100 كثة I شدته 3 A عبارة عن مربع الطول الضلع ضرب نفسه B هي قيمة المجال فتخرج لدينا 6 نيوتون في المتر B هي قيمة عزم الدوران أو أقصى عزم الدوران يتعرض له هذا الملف سلك عمودي على الورق تم حساب المجال عند نقطة تبعد 0.62 متر فكان اتجاهه بهذا الشكل وكانت قيمة المجال هي عبارة عن 4 في عشق وناس 6 المطلوب أن نحدد اتجاه التيار في السلك اتجاه التيار أما أن يكون إلى العلى أو يكون إلى الأسفل أي عمودي على الورقة للداخل أو عمودي للخارج كيف أنت أستطيع أن أحدد؟ أولا لنحدد قيمة التيار أليست B تساوي أميونت في I عتو باي في R؟ معنى ذلك لدينا قيمة B وميونت وقيمة البعد R فيبقى لدينا المطلوب حساب I I تساوي B في 2 باي R على أميونت تم حسابها فخرجت قيمة أربع أمبير نطبق قاعدة قبضة اليد اليمنى التيار أما أن نجعل الإبهام إلى الأسفل أو اتجاه الإبهام إلى الأعلى لو جعلنا الإبهام إلى الأعلى فنلاحظ أن المجال قيمته يأخذ دوائر بهذا الشكل اتجاهها ولو أخذنا هذه الدائرة عند هذه النقطة مماس لها فيقون للأسفل إذن لا يمكن أن يكون اتجاه التيار للأعلى لو تم اعتبار اتجاه التيار للأسفل ونطبق قاعدة قبضة اليد اليمنى فنلاحظ أن الدوائر هي اتجاهها بهذا الشكل ونأخذنا الماس فيكون اتجاه المجال بالفعل بهذا الاتجاه إذن اتجاه التيار نحو الأسفل أحد وحدات القياس تعادل قيمة التسلا نحن نعلم أن بي تساوي FB تساوي I في L في B في سانسيتا هو يريد قيمة البي إذن البي هي عبارة عن FB على I في L B تقدر بوحدة نيوتن و I أمبير و L بالمتر والنيوتن هو عبارة عن كيلوجرام في متر على الثانية تربية إذن تصبح لدينا كيلوجرام في متر على الثانية تربية ضرب أمبير ضرب متر المتر بتروح مع المتر فيصبح لدينا كيلوجرام في أمبير في ثانية تربية أو أستطيع حسابها من خلال B FB تساوي Q في V في B معنى ذلك أن B تساوي FB على Q في V FB بالنيوتن Q بالكولوم و V متر على الثانية أليست الكولوم هي عبارة عن أمبير في ثانية؟ والنيوتن هي عبارة عن كيلوجرام في متر على الثانية تربية يتم الآن اختصار متر مع متر ثانية مع ثانية فيبقى لدينا كيلوجرام على أمبير في ثانية تربية إذن هذه هي الإجابة الصحية أجب عن الأسئلة التالية نحن نعلم أن المقاومة هي تعني أداة تعمل على ممانعة مرور التيار يوجد أنواع مختلفة للمقاومات هناك مقاوم أومي ومقاوم غير أومي وموجود أيضا الصمام السنائي يعمل على ممانعة مرور التيار في جهة ويسمح له بمرور التيار في جهة أخرى قام أحد الطلاب بدراسة العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد لمقاوم وصمام سنائي هذا هو المقاوم وهذا صمام سنائي فخرج لدينا النتائج التالية عندما كان الجهد صفر فكان التيار قيمته صفر بالنسبة للمقاوم الأومي أصبح الجهد اثنين التيار صفر فاصلة واحد الجهد أربع صفر فاصل اثنين ستة صفر فاصل اثنين وهكذا المطلوب أن نرسم العلاقة بين التيار والجهد لو أخذنا القيمة الأولى صفر فاصل واحد جهد التيار جهد اثنين هذا اثنين فيكون التيار صفر فاصل واحد إذن هذه هي النقطة الأولى والنقطة الثانية هنا والنقطة الثالثة هنا والرابعة هنا والخامسة هنا والسادسة هنا فلو رسمنا الخط البياني لخارج خطط مستقيم يمر من نقطة الأصل أما بالنسبة للصمام السناي فلو أخذنا القيم وتم رسم الخط البياني بيخرج لدينا بهذا الشكل في البداية زيادة طفيفة طفيفة ثم عندما يصل إلى تقريبا صفر فاصل سبعة يزداد التيار بشكل مضطرد الطلب الثاني المطلوب حساب قيمة المقاوم الأومي من خلال الخط البياني هذا هو المقاوم الأومي عندما يطلب حساب R من الخط البياني نأخذ ميل الخط البياني نأخذ نقطتين ونأخذ فرق I2-I1 على V2-V1 فتخرج لدينا الميل وهو 0.05 الميل لا يعادل المقاومة إنما مقلوب الميل يعادل المقاومة لماذا؟ لأن R تساوي V على I وليس I على V إذن يتم حساب الميل ونقلب الميل فتستطيع أن نحصل على المقاومة الأومي هل يمكن أن أطبق قانون أوم على الصمام السنائي؟ طبعا لا إذا أردنا أن نطبق قانون أوم يجب أن تكون العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار هي علاقة طردية أو خطية نلاحظ أن فرق الجهد هنا لا يتناسب طرديا مع شدة التيار ولكن يمكن أن أطبق قانون أوم في هذا الموقع بعد 0.6 لماذا؟ لأنه تصبح العلاقة خطية ويخرج لدينا خط مستقيم إذن يمكن أن أطبق بعد 0.7 قانون أوم قبل ذلك لا يمكن أن أطبق قانون أوم لأن العلاقة بين الجهد والتيار هنا ليست علاقة خطية هنا تصبح العلاقة خطية يمكن أن أطبق قانون أوم في هذا الموقع ثلاث مقاومات متصلة كما في الشكل هذا التوصيد يسمى التوصيل المركب وتوالي وتواسي تم قياس شدة التيار فكانت 3 أمبير أولا أحسب المقاومة المكافئة أولا نأخذ R1 و R3 على التوازي نحولهما إلى مقاومة واحدة ثم يكون لدينا مقاومات على التوالي R12 و R3 هي توالي إذن في البداية نحسب المقاومة المكافئة فنقول R12 هي عبارة عن واحد على R1 زائد واحد على R2 نائس واحد تم حسابها فخرجت 4 أمب ثم تصبح العملية التوالي أي أن R2 تساوي R12 زائد R3 فإذن قيمة المقاومة المكافئة هي عبارة عن 6 أمبطالب الثاني المطلوب أن نحسب فرق الجهد بين طرفي البطار لدينا المقاومة الكلية ولدينا التيار الكلي فنستطيع أن نحسب فرق الجهد الكلي حسب قانون أوم R تساوي V على I إذن V تساوي I في R إذن R موجودة معنا الكلية هي 6 والI هي عبارة عن 3 فيصبح فرق الجهد هو عبارة عن 18 ظل الطلب الأخير احسب شدة التيار المار في المقاوم R1 هذا هو R1 نريد أن نحسب التيار نحن لدينا التيار الكلي وهو قيمته 3 أمب وهو نفسه الذي يمر في المقاوم R1 وهو نفسه المار في المقاوم R1 و R2 لدينا R1 و R2 ولدينا I1 و I2 فنستطيع حساب V1 و V2 إذن أقول R12 تساوي V12 على I12 إذن V12 تساوي R12 في I12 أي 4 ضرب 3 وتساوي 12 وبما أن قد علمنا V1 و V2 وهذين المقاومين المتصلين على التوازي فإن V12 هي نفسها V1 وهي نفسها V2 إذن R الآن لدينا قيمتها ولدينا جهدها لأن V12 هي نفسها V1 وهي نفسها V2 إذن الآن R1 الموجود V1 هي قيمة و 12 و R1 قيمتها 6 فنستطيع حساب I1 من خلال V1 على R1 وتساوي إلى 2 أمب في الشكل الأدنى دائرة كهربائية أحسب التيار المار في المقاوم R6 يريد التيار المار هنا كيف نستطيع حساب التيار؟ لدينا التيار الكلي طبعا هذه دائرة كيرشوف نختار أكبر بطارية وهي رقم 45 ونخرج منها وأصلا هو لدينا التيار أخرج تيار بقيمة و 6.77 هنا لدينا وصلة فيجد لدينا تيار يتفرع إلى هنا وإلى هنا إذن هنا I2 وهنا I3 إذن I التيارات الداخلية تساوي التيارات الخارجة لنأخذ هذه الحلقة نأخذ هذه الحلقة هذه الحلقة جهد البطارية وهذا اتجاه وجهد المقاوم هذا اتجاه وجهد المقاوم هذا اتجاه لماذا؟ لأن التيار خرج بهذا الشكل وتوزع إلى هنا إلى هنا ثم عادة أن يجتمع مرة ثانية وخرج تيار يعادل 6.7 يمر بهذا الشكل إذن جهد هذا المقاوم وبهذا الاتجاه وجهد بهذا المقاوم بهذا الاتجاه وهو عكس اتجاه التيار في هذه الحلقة مجموعة جهود يساوي الصفر الجهود موجود جهد البطارية 45 فرضنا اتجاه موجب نحن بهذا الاتجاه وجهد البطارية بهذا الاتجاه إذن هو معافز للجهد الموجب المفروض إذن نعز 5.4 نأتي إلى هذا المقاوم أخذنا نحن جهد هذه الدائرة ككل هو يريد جهد نعيد إذن المطلوب في البداية أن نحسب المقاومة التيار المار في المقاومة 2.5 نعيد السؤال مرة ثانية في الشكل لدينا دائرة كهربائية موجودة لدينا 2.5 أوم 6 أوم 3 أوم ومتصل ببطاريتين كما في الشكل ولدينا التيار الخارج من هذه البطارية هو 6.7 أمبير 6.77 أمبير المطلوب حساب التيار المار في المقاوم 2.5 أوم كيف نستطيع أن نحسب التيار المار في هذا المقاوم؟ نأخذ أولا المقاومة الخارجية الدائرة الخارجية هي كما في الشكل هذه الدائرة الخارجية مطلوب حساب التيار المار في هذا المقاوم لدينا التيار هنا 6.7 أمبير وصل إلى هذه العقدة فيتفرع إلى جزئين I 2 و I 3 المطلوب حساب قيمة I 3 المار في هذه المقاومة لنأخذ هذه الحلقة الخارجية نحدد جهد جهد من الأجهزة المفتوطة جهد البطارية من السالب إلى الموجة جهد البطارية هذه من السالب إلى الموجة جهد المقاومة هذه عكس اتجاه التيار بما أن التيار هو مار بهذا الشكل فإن جهدها بهذا الاتجاه وجهد المقاومة هذه بهذا الاتجاه لأن التيار مرة ثانية سوف يتجمع هنا في هذه الوصلة يمر تيار I3 وهذه I2 ويعود مرة ثانية إلى I1 إذن التيار الذي يمر في هذه المقاومة هو اتجاه بهذا الشكل فلذلك الجهد المفروض لدينا هو معاكس لاتجاه التيار بهذا الشكل نفرض لدينا اتجاه موجب بهذا الاتجاه وهو عكس عقارب الساعة لاتجاه الموجب فنبدأ لدينا البطارية الولى نلاحظ أن جهدها معاكس لاتجاه الموجب المفروض فهي سالب 45 وجهد البطارية هذه مشابه لاتجاه الموجب المفروض زائد 18 ولدينا هذا المقاوم جهده معاكس أم باتجاه فهو بنفس اتجاه الجهد المفروض الاتجاه الموجب بهذا الشكل فزائد 3 مضروبة بشدة التيار المار فيها وهي عبارة عن I1 أما هذه المقاومة فنلاحظ أن جهدها أيضا بنفس اتجاه الجهد الموجب المفروض وهو زائد 2 باصة 5 مضروبة بI3 والمجموع يساوي الصفر ناقص 45 وزائد 18 يتم نقلها إلى الطرف الثاني وزائد 3 ضرب 6.77 يتم نقلها إلى الطرف الثاني فيخرج لدينا القيمة هي 6.699 يساوي 2.5 في I3 إذن I3 هي عبارة عن 6.7 2.67 وهي قيمة التيار I3 المار في المقاومة 2.5 أمبن الطلب الثاني المطلوب حساب قدرة المقاوم 6 أمبن يريد قدرة هذا المقاوم حتى أستطيع حساب قدرة هذا المقاوم يجب أن نعلم ما هو قيمة التيار المار فيه نحن نعلم أن مجموعة التيارات الداخلة يساوي مجموعة التيارات الخارجة الداخل هو I1 والخارج I2 و I3 تم حساب I3 فيما 7 وهو 2.67 و I1 قيمته 6.77 إذن I1 تساوي I2 زائد I3 I1 موجودة القيمة و I3 موجودة فيتم إخراج قيمة I2 وهو عبارة عن 4.1 بما أن I تم حسابها بالنسبة لهذا المقاوم فهنا عقل هذه قيمتها 6 ليس فإذن تساوي 4.1 تربية يتم تصحيح هذا الخطأ مباشرة إذن المطلوب هو حساب قيمة القدرة في هذا المقاوم 6 أوم إذن B تساوي I2 في R قيمة التيار المار في هذا المقاوم هي عبارة عن 4.1 تربية ضرب قيمة المقاومة 6 وتساوي إلى 100.6 8 واط السؤال الذي يليه تتكون دائرة من أربع مقاومات محددة قيمة ها كما في الشكل المطلوب حساب شدة التيار المار في كل مقاومة نختار نختار أكبر بطارية وهي 12 ونخرج منها تيار نلاحظ التيار يخرج من هنا ويتفرع إلى فرعي I1 وI2 ثم يجتمع مرة ثانية وهي I3 ويمر في هذه المقاومة وفي هذه المقاومة من خلال قانون كيرشوف الأول إذن I3 تساوي I1 زائد I2 لاحظ أن R1 تساوي R2 فإذن التيار الذي يمر هنا هو يعادل التيار الذي يمر هنا إذن I1 وI2 متساويان إذن نستطيع أن نقول أن I3 هي تعادل 2 I1 نطبق قانون كيرشوف على الحلقة الخارجية هذه الحلقة الملونة هذه هي الحلقة الملونة نحدد جهد كل مقاومة والبطارية جهد البطارية بهذا الشكل وجهد البطارية بهذا الشكل والتيار الذي يمر بهذه المقاومة بهذا الشكل إذن جهد أودا والأسفل وهذه التيار الذي يمر بها هو بهذا الاتجاه فإذا جهدها نحو الأعلى وهذه جهدها نحو الأعلى التيار الذي يمر هنا هو عبارة عن آي ثلاثة وهنا آي ثلاثة أما هنا هو عبارة عن آي واحد ونطبق قانون كيرشوف على هذه الحلقة نختار اتجاه موجب لدينا بهذا الشكل نلاحظ أن 12 بنفس الاتجاه الموجب فنسجل 12 والبطارية الثانية جهدها معافز للاتجاه الموجب فنسجلناها 16 ثم نأخذ هذه المقاومة لدينا نطبق قانون كيرشوف هذه مقاومة 5 في 3 واتجاه جهدها بإشارة سالبة ثم هذه المقاومة نائس أيضا جهدها بالاتجاه السالب نائس 3 في آي 3 وهذه جهدها أيضا معاكس نائس 8 آي واحد تساوي الصفر بحل هذه المعادلة فتخرج لدينا 6 تساوي 8 آي 3 زائد 8 آي واحد ولكن نحن نعلم أن آي 3 تساوي 2 آي واحد فنستبدل بدل آي 3 آي واحد فيصبح لدينا 6 تساوي 8 في 2 آي واحد بدل آي 3 زائد 8 آي واحد إذن آي واحد ماذا تساوي؟ تساوي آي 2 وتساوي 0.25 بحل هذه المعادلة لأن 16 زائد 8 ويساوي 24 24 آي واحد تساوي 6 إذن آي واحد تساوي 6 على 24 وتساوي إلى 0.25 أمبير إذن آي 3 هي عبارة عن 2 آي واحد أي 2 في 0.25 وتساوي إلى 0.25 أمبير بذلك يكون قد انتهينا من هذه المسألة دخل جسيم مشهوم كتلته وسرعته وشحنته هي كما في الشكل كتلته 6 في عشق وناس 8 وسرعته 8 في عشق واربعة وشحنته بإشارة سالبة 0.05 دخل إلى منطقة مجال وبشكل عمودي وقيمة المجال هي 0.2 تسلا للخارج كما في الشكل مطلوب حساب العجل المركزي التي يتحرك بها هذا الجسيم نحن نعلم أن عبارة تساوي Q في V في B في صايم الزاو الشحن لدينا المجال لدينا السرعة لدينا فيتم حسابها 60 نيوتن أليست القوة تساوي القتلة في التسارع والتسارع هنا تسارع مركزي إذن التسارع يساوي FB على M أي FB اللي قيمته 60 نيوتن مخصومة على M واللي هي 6 في عشق وناس 8 إذن يخرج أن التسارع لهذا الجسيم 1 في عشق هو 9 الطلب الثاني مطلوب نصف قطر المسار الدائري أليست R تساوي M في B على Q في B كتلة جسيم سرعته شحنته وقيمة المجال 0.2 وتساوي إلى 3.6 في عشرة 3.6 متر أي نصف قطر المسار الدائري وإذا أردنا أن نحدد اتجاه السرعة نجعل السباب نحو الخارج والإبهام نحو الأعلى فتكون القوة بهذا الاتجاه إذن هذا هو الانحراف الذي يسير به هذا الجسيم لدينا سلاس أسلاق يمر بها نفس التيار ولها نفس الطول وبضع الداخل مجال منتظم أكمل بيانات الجدول التالي مقدار القوة نلاحظ أن السلك واحد لن يتأثر بأي قوة لأنه موازي للمجال فلن يتأثر بقوة أما السلك الثاني فقد أعطي لدينا قيمة هذه القوة 0.1 بنيوتوند السلك الثالث كيف نجد القوة أليست FB بالنسبة للسلك الثاني هي عبارة عن I في L في B في ساين التسعين وساين التسعين تساوي الواحد إذن I في L في B هي 0.1 السلك الثالث نقول FB تساوي I في L في B في ساين التلاتين وساين التلاتين هي عبارة عن نصف إذن I في L في B هي 0.1 ضرب ساين التلاتين لاحظ لتخرج لدينا 0.05 نأتي إلى الاتجاه لماذا هنا لم نضع اتجاه لأنه أصلاً لن يتأثر بهي قوة هنا لو طبقنا قاعدة الأصابع الثلاث نأتي المجال نضع السبابة بهذا الاتجاه واتجاه الإبهام بهذا الاتجاه اتجاه التيار فيكون القوة عمودية للداخل أما هنا نضع نضع المجال بهذا الاتجاه السبابة الإبهام بهذا الاتجاه فتكون القوة عبارة عن عمودية على الورقة نحو الخارج مكبر من الصوت مكبر صوت على شكل مخروض ورقي ملفوف عليه سلك 50 لفة نصف قطر اللفة الواحد اثنين سنتيمتر موضوع في منطقة مجال ويمر به تيار ثلاثة ملي أمبير فتأثر بقوة مغناطيسية مقدارة 0.02 ملتون مغروب أحسب أقل مقدار للمجال كلمة أقل مقدار للمجال نحن نعلم أن أولا طول السلك عدد اللفات في محيط لفة واحدة محيط اللفة هو 2πR وعدد اللفات 50 إذن طول السلك 50 ضرب 2π ضرب 0.02 فيخرج 6.28 المطلوب حساب B B تساوي FB على I في L في ساين سيتا لاحظ أن العلاقة بين B و ساين سيتا علاقة عفسية فأقل مجال أكبر قيمة للساين وهي الزاوية 90 إذن B تساوي 0.2 قيمة FB على I شدة التيار 3 ملي أمبير أي 0.003 ضرب طول السلك في ساين التسعين فتخرج قيمة المجال 1.06 تسلا وبذلك نقوم قد اتهينا من حل الأسئلة المطلوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته